البتين متعلقين بالترند بتاع النهاردة رغباً أنا ما بحبش قوي الجاري وراء الترندات دي لأنه في كتير منها بيبقى مصنوع وفي كتير منها بيبقى معمول عمداً علشان الناس تتكلم عن الشخص أو كذا لكن في النهاية للأسف الترند بتاع النهاردة متعلق بيه النجمة شيرينة عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب وانتوا سمعتوا القصة متهيالي يعني متهيالي أول ما سمعهاش منكم أنه على مدار الشهور اللي فاتت سمعنا أن فيه خلافات ما بينهم انتوا عارفين شيرينة عبدالوهاب متجوزة الفنانة يعني متجوزة الفنان حسام حبيب سمعنا على مدار الشهور اللي فاتت أن فيه خلافاتنا بينهم لا ما فيش خلافات لا دول انفصلوا لا ما انفصلوش لا مكملين لا دول فأسعد حال كذا كلام كتير وثير حولهم في فترة أخيرة لحد ما ظهر في الأيام الأخيرة تسريب لتسجيل صوتي لوالد حسام حبيب اللي هو حمى شيرين بيتكلم فيه كلام مش حلو عن شيرين وبيتكلم فيه كلام عن أصلها وفصلها وابدايتها وإنها كلام كده مش لطيف قوي واللي طلع التسريب ده الصحفية اللبنانية المعروفة نضال الأحمدية وبالمناسبة النهاردة نضال مطلع التسريح كمان إن ده مش التسريب الوحيد اللي عندها لأ ده عندها تسجيلات صوتية تانية لوالد شيرين حتنزله كلال اليومين الاتنات اللي جايين الفكرة بقى إنه الموضوع بقى رأي عام وكل الناس واسمعوا الجملة من امبارح وأول امبارح للنهاردة كل الناس عايشين في بيت شيرين وحسام كل الناس عايشين معهم جوه البيت فتحوا الباب ودخلوا قعدوا عايشين معهم عايشين معهم يعني ايه ما هو أنا لما قلت وعجن فموضوع شخصي قوي كده يبقى أنا اقتحمت الحياة الشخصية واقتحمت البيت وبقيت موجود جوه وده لا يليق ولا يصح من وجهة نظري حتولي أتمن ما هي نجمة وهو نجم فبالتالي لين الحق؟ لا نجمة ونجم عالمسرح ولما يعملوا أغنية لما يعملوا فيلم لما يعملوا أي حاجة بنسميها احنا الأعمال العامة العمل العام ساعتها يبقوا معرضين للنقد والهجوم والمتح اللي انتوا عاوزينه وانتوا فاكرين أنا كم مرة انتقدت هنا شيرين بس انتقدتها على انها بتطبخ وحش انتقدت على انها بتعمل جوزها وحش أنا مريش دعوة جوه البيتهم محرار أنا انتقدت على بعض المشاكل وبعض الكلمات اللي هي قلتها في الحفلات العامة اللي هو الحاجات العامة أما جوه البيت فكل واحد فينا له خصوصيته التي أرجو أن نحافظ عليها جميعا انتوا مالكوا يا جماعة مين اللي غلطان فيهم ومين اللي مش غلطان ومين اللي مش عارف ايه والناس عمالة جوزهم واتطلقهم ودي تخش تقول له بتنصحوا بقى سيبيه ده ما يستهلكيش مش عارف ايه وعلى تانية تقول له حسام انت اللي عملت ايه ده ايه ده بتعمله ايه يا سادة هي البيوت بقت مستباحة كده سيبكوا انا مش بتكلم في اعراض لأن الحمد لله الموضوع ملوش العلاقة بالاعراض لكن مجرد الدخول في الحياة الشخصية هو استباح على الحياة الشخصية وللأسرار وللخصوصيات بشكل الحياة سخيف جدا جدا ومحدش فينا يحب ان يتعامل معا كده يعني كل واحد فينا عمال يكتب ويهري في الموضوع يفكر للحظة كده له هو اللي مكان شرين وحسام وهو امراته علاقتهم ببعض مستباحة كده والسوشال ميديا كله عمالي كان عنها هيبقى مبسوط ولا هيبقى متدايق وارفانه عايز ينتحر حط نفسك مكان الاخرين قبل ما تجرح في الاخرين خصوصا لما يكون بيت هم احرار شرين وحسام يكملوا مع بعض ينفصلوا يبقى اسعد زوجين يعملوا اللي يعملوه هم احرار سبوهم في حالهم ودعوتي سبوهم في حالهم دي تشمل كمان والد حسام اللي هو احبى شرين لانه واضح انه ما يتدخل كثيرا انه بيتكلم كتير بطريقة بتؤثر على حياتهم الزوجية شرين بطلعه عن بارح فيديو بتكلم فيه عن جزه حسام احسن كلام وده احسن راجل وربنا بعتولي هدية من السماء ومحافظ علي ومحافظ على فلوسي ومحافظ على عيالي وبناتي ومجعل ايه وكذا وكذا فزاكت دي مشاعر شرين وبعده دي بابن فيه ذلك ولد حسام انا كنت اسمع زمان عن فيلم بتاع اسماء الاسم اللي هو حماة يقن بلا زرية بقى عندي دلوقتي فيلم اسمه حماية قن بلا زرية لا حماة ولا حماة ولا ام ولا اب ولا كذا تجوزوا يبقى هم الاتنين ناضجين بالغين عاقلين راشدين مقفول عليهم الباب يعملوا اللي هم عاوزينه بس لوحدهم ومع بعضهم لكن تبقى رحلة ستة الكل لا عمر ما خصوصية الحياة الزوجية تبقى رحلة ستة الكل راجعوا نفسكم وكل واحد لو سمحتوا لو سمحتوا يحط لسان في بقوا فيما يتعلق بخصوصيات وجوه البيوت والباب مقفول عليهم اتفقنا اتفقنا